موسيقى مشاهدي الكرام أحباء الطلاب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس الرياضيات على قناة الأنر والفضائية لنكون مع درس اليوم وهو التناسق موسيقى في درس اليوم أحباء الطلاب سنتعرف على مفهوم التناسب ومعامل التناسب كذلك سنتعرف على قاعدة الضرب التقاطعي كذلك سنكمل جدول للتناسب بداية ما مفهوم التناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين إذن تساوي نسبتين يعرف بالتناسب ولكن إذا تساوت عدة نسب نعم نقول أنها نسب متكافئة انتبهوا معي أحباء الطلاب إلى هذا المثال إذا كان ثمن قلمين واحد وعشرين ليرة سورية كم تتوقع أن يكون ثمن عشرة أقلام من هذا النوع؟ إذن ثمن قلمين واحد وعشرين ليرة المطلوب ثمن عشرة أقلام لاحظوا معي سنقوم بعمل هذا الجدول يتكون من عدد الأقلام في الصف الأول والسعر بالليرة في الصف الثاني المعطى أن ثمن قلمين هو واحد وعشرين ليرة كم تتوقع عزيز الطالب أن يكون ثمن أربعة أقلام؟ نعم أي ضاعفنا عدد الأقلام إذن بالتأكيد سنضاعف السعر وبالتالي سيكون سعر أربعة أقلام يساوي اثنان وأربعين ليرة الآن ماذا عن ثمن ستة أقلام؟ نعم أي ثلاثة أمثال عدد الأقلام وبالتالي أيضا السعر سيكون واحد وعشرين ضرب ثلاثة أي ثلاثة وستين ليرة ماذا عن ثمانية أقلام؟ بنفس الآلية إذن ثمن ثمانية أقلام يساوي أربعة وثمانين ليرة الآن ما ثمن عشرة أقلام؟ نعم هنا سعر قلمين واحد وعشرين ليرة ولكن هنا عشرة أقلام أي خمسة أضعاف هذا العدد وبالتالي سنضاعف واحد وعشرين أيضا خمسة مرات أي واحد وعشرين ضرب خمسة ويساوي مئة وخمسة طبعا أحباء الطلاب هذا الحل بطريقة النمط لاحظوا معي لو أخذنا السعر على عدد الأقلام هنا واحد وعشرين على اثنين واحد وعشرين على اثنين يساوي عشرة ونصف لو أخذنا هنا اثنان وأربعين على أربعة لاحظوا معي الناتج أيضا يساوي عشرة ونصف كذلك لو أخذنا ثلاثة وستين على ستة الناتج عشرة ونصف كذلك أربعة وثمانين على ثمانية يساوي عشرة ونصف وأيضا مئة وخمسة على عشرة يساوي عشرة ونصف إذن في كل مرة السعر على عدد الأقلام يساوي عدد ثابت هذا الجدول أحباء الطلاب نسميه جدول التناسب والعدد الثابت عشرة ونصف نسميه معامل التناسب وبذلك أحباء الطلاب نستطيع حساب سعر أي عدد كان من الأقلام فمثلا لو أردنا ثمن خمسة أقلام نضرب معامل التناسب في خمسة وبالتالي يكون ثمن خمسة أقلام يساوي خمسة ضرب عشرة ونصف الناتج سيكون اثنان وخمسين ونصف ليرة هذا ثمن خمسة أقلام وإذا أردنا حساب ثمن سبعة أقلام أيضا بنفس الطريقة سبعة ضرب معامل التناسب ويساوي ثلاثة وسبعين ونصف ليرة كذلك من البداية لو حسبنا معامل التناسب أولا ثم ضربنا معامل التناسب في عدد الأقلام المطلوب وهو عشرة وبالتالي عشرة ضرب عشرة ونصف الناتج مئة وخمسة هذا هو سعر عشرة أقلام إذن أحباء الطلاب نقول أن مقدارين متناسبين إذا نتج أحدهما عن الآخر وذلك بضربه في عدد نسمي هذا العدد معامل التناسب والآن أحباء الطلاب مع هذا المثال والذي يقول الجدول التالي يبين أسعار كميات مختلفة من الموز لاحظوا معي هذا الجدول هنا في الصف الأول الوزن بالكيلو جرام وفي الصف الثاني السعر بالليرة لاحظوا معي إذا كان لدينا واحد كيلو جرام من الموز سعر هذا الكيلو يساوي خمسة وسبعين سعر اثنين كيلو من الموز يساوي مئة وخمسين وسعر ثلاثة كيلو من الموز يساوي مئتان وخمسة وعشرين والمطلوب أولا احسب معامل التناسب إذن كيف سنحسب معامل التناسب؟ نعم بقسمة السعر على الوزن إذن ممكن أن نقول معامل التناسب يساوي خمسة وسبعين على واحد وخمسة وسبعين على واحد يساوي خمسة وسبعين هذا هو معامل التناسب أو ممكن أن نقول مئة وخمسين على اثنين أو مئتان وخمسة وعشرين على ثلاثة وأيضا الناتج سيكون خمسة وسبعين وبالتالي معامل التناسب يساوي خمسة وسبعين هذا هو المطلوب الأول المطلوب الثاني يقول استنتج ثمن أربع كيلو جرام من الموز طبعا من هذا الجدول لاحظوا معي سعر واحد كيلو من الموز يساوي خمسة وسبعين وسعر اثنان كيلو من الموز يساوي مئة وخمسين وسعر ثلاثة كيلو من الموز يساوي مئتين وخمسة وعشرين والمطلوب سعر أربع كيلو من الموز إذن سنضرب معامل التناسب في أربعة إذن ثمن أربع كيلو من الموز يساوي معامل التناسب ضرب أربعة وبالتالي أربع ضرب معامل التناسب يساوي خمسة وسبعين أربع ضرب خمسة وسبعين يساوي ثلاثمائة ليرة إذن ثمن أربع كيلو من الموز يساوي ثلاثمائة ليرة سورية إذن بهذا أكملنا الجدول ووضعنا ثمان أربعة كيلو جرام من الموز المطلوب الثالث يقول بمبلغ تسعمائة ليرة سورية كم كيلو جرام من الموز تستطيع أن تشتري إذن لاحظوا معي هذا الجدول ثمان كيلو جرام من الموز يساوي خمسة وسبعين وثمان اثنان كيلو من الموز يساوي مائة وخمسين وثمان ثلاثة كيلو جرام من الموز يساوي مائتين وخمسة وعشرين الآن ما الوزن الناقص هنا ليكون ثمنه يساوي تسعة مائة ليرة سورية لاحظوا سنقوم الآن بقسمة تسعمائة تقسيم معامل التناسب وهو خمسة وسبعين والناتج هنا يساوي اثني عشر وبالتالي يكون الوزن المطلوب هو اثني عشر كيلو جرام وثمان اثني عشر كيلو جرام هو تسعمائة ليرة سورية إذن نكمل الجدول هنا بالوزن المطلوب وهو اثني عشر كيلو جرام نتذكر معا أحباء الطلاب ما قلناه قبل قليل أن نقول أن مقدارين متناسبين إذا نتج أحدهما عن الآخر وذلك بضربه في عدد ثابت نسمي هذا العدد هو ثابت التناسب الآن مع هذا المثال الجدول التالي يبين العلاقة بين عمر طارق وطوله هنا الصف الأول يحتوي على الطول والصف الثاني يحتوي على العمر بالسنوات عندما كان عمر طارق خمس سنوات كان طوله يساوي واحد متر وعندما كان عمر طارق عشر سنوات كان طوله يساوي واحد وأربعين من مئة أي متر وأربعين سانتي وعندما كان عمر طارق ثمانية عشر سنة نعم كان طوله يساوي متر وسبعين سانتي المطلوب هل يتناسب عمر طارق مع طوله؟ إذن لاحظوا معي الطول واحد واحد وأربع من عشر واحد وسبع من عشر العمر خمسة عشرة ثمانية عشر لاحظوا معي العدد واحد ناتج عن العدد خمسة ولكن بعد ضربه في اثنين من عشرة إذن واحد يساوي خمسة ضرب اثنين من عشرة وهذا صحيح الآن لاحظوا معي واحد وأربع من عشرة هل نتجر بدرب العشرة في اثنين من عشرة؟ هيا بنا نرى وعشرة ضرب اثنين من عشرة الناتج هو اثنين وبالتالي واحد وأربع من عشرة لا يساوي اثنين وبالتالي العدد واحد وأربع من عشرة لم ينتج من العدد عشرة في ضربه في العدد الثابت وهو اثنين من عشرة نرى هل واحد وسبع من عشرة نتج من ضرب ثمانية عشر في اثنين من عشرة؟ لاحظوا معي ثمانية عشر ضرب اثنين من عشرة الناتج هنا يساوي 3.6 من 10 و1.7 من 10 لا يساوي 3.6 من 10 وبالتالي العدد 1.7 من 10 لم ينتج من العدد 18 بضربه في 2 من 10 وبالتالي نستنتج أن هذا الجدول ليس جدول تناسب وبالتالي نستطيع أن نقول عمر طارق لا يتناسب مع طوله وهذه حقيقة علمية أن عمر الإنسان لا يتناسب مع طوله بهذا أحباء الطلاب نكون قد تعرفنا على مفهوم التناسب ومعامل التناسب ورأينا أيضا جدوال التناسب بعد الفاصل سنرى خاصية مهمة في التناسب وهي الضرب التقاطم أهلا بكم أحباء الطلاب من جديد لنرى خاصية مهمة في درس اليوم وهو التناسب وهي الضرب التقاطعي سنرى هذه الخاصية من هذا المثال والمثال يقول يقطع قطار مسافة ثلاثة كيلو متر في أربعة دقائق ثم يقطع اثني عشر كيلو متر في ستة عشر دقيقة مرة أخرى أحباء الطلاب يقطع قطار مسافة ثلاثة كيلو متر في أربعة دقائق ثم يقطع اثني عشر كيلو متر في ستة عشر دقيقة دعونا نضع هذه البيانات في جدول الجدول يحتوي على المسافة بالكيلو متر وعلى الزمن بالدقائق لاحظوا معي يقطع القطار مسافة ثلاثة كيلو متر إذن المسافة تساوي ثلاثة والزمن المقابل لها أربع دقائق ثم يقطع اثني عشر كيلو متر إذن المسافة اثني عشر والزمن المقابل لها يساوي ستة عشر دقيقة والمطلوب أحباء الطلاب بين أن الجدول هو جدول تناسب بين أن الجدول هو جدول تناسب أي أن النسبة ثلاثة على أربعة تساوي اثنى عشر على ستة عشر لاحظوا معي النسبة الأولى هي ثلاثة على أربعة هل تساوي 12 على 16؟ 12 على 16 لقمنا بتبسيط هذا الكسر وذلك بالقسمة على 4 بسطا ومقاما ليكون لدينا في البسط 3 وفي المقام 4 إذن 12 على 16 تكافئ 3 على 4 وبالتالي 3 أربع يساوي 3 أربع أي أن النسبتين متساويتين وبالتالي يعتبر هذا الجدول جدول تناسب المطلوب الثاني أوجد ناتج 4 ضرب 12 و3 ضرب 16 لاحظوا هنا 4 ضرب 12 و3 ضرب 16 لاحظوا معي أحباء الطلاب اتجاه الدرب 3 ضرب 16 و4 ضرب 12 بداية نحسب 3 ضرب 16 4 ضرب 12 أيضا 4 مقابلة لا 12 هذه الخاصية تعرف بخاصية الضرب التقاطعي والتي تقول إذا كان لدينا A على B يساوي C على D وهذا تناسب تساوي نسبتين وهو تناسب إذا كان لدينا A على B يساوي C على D فإن A في D يساوي A يساوي B في C قلنا أن A ضرب D يساوي B ضرب C من خاصية الضرب التقاطعي لاحظوا معي A و D لاحظوا معي A و D في التناسب إذا باختصار أحباء الطلاب الخاصية الأساسية في التناسب وهي الضرب التقاطعي تنص على أن في التناسب يكون جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين لاحظوا معي أحباء الطلاب أنه يمكن الاستفادة من هذه الخاصية في الحكم على الجدول هل هو جدول تناسب أم لا إذن يمكن الاستفادة من خاصية الضرب التقاطعي لمعرفة فيما إذا كان الجدول هو جدول تناسب ومع هذا المثال الذي يقول أي الجدول تمثل تناسبا فيما يلي ولماذا إذن أحباء الطلاب سنستفيد من خاصية الضرب التقاطعي للحكم على هذه الجدول الجدول الأول يقول لنبدأ من اليسار 20 على 35 و 4 على 7 هل هذا الجدول يمثل جدول تناسب؟ لاحظوا معي سنستفيد من خاصية الضرب التقاطعي بداية سنبدأ بجداء الطرفين هنا الطرفين هما 20 و 7 إذن نحسب 20 ضرب 7 يساوي 140 الآن سنحسب جداء الوسطين الوسطين هما 35 و 4 إذن 4 ضرب 35 يساوي 140 أيضا إذن لاحظوا معي جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين وبالتالي هذا الجدول يسمى جدول تناسب الجدول الثاني يقول أيضا نبدأ من اليسار 12 على 54 و 2 على 9 هل هذا جدول تناسب؟ سنبدأ بحساب بداية جداء الطرفين جداء الطرفين يساوي 9 ضرب 12 نعم أحسنتم أحباء الطلاب 9 ضرب 12 يساوي 108 الآن نحسب جداء الوسطين وهما 52 إذن 2 ضرب 54 الناتج أيضا يساوي 108 إذن أصبح لدينا جداء الطرفين يساوي 108 وجداء الوسطين أيضا يساوي 108 وبالتالي نقول أن جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين لهذا الجدول وبالتالي نعتبر هذا الجدول هو جدول تناسب الآن هذا الجدول يقول 9 على 39 و 3 على 12 نعم نحسب الطرفين وهما 9 و 12 إذن جداء الطرفين يساوي 9 ضرب 12 الناتج يساوي 108 الآن سنحسب جداء الوسطين يساوي 3 ضرب 39 الناتج يساوي 117 لاحظوا معي جداء الطرفين يساوي 108 ولكن جداء الوسطين يساوي 117 وبالتالي جداء الطرفين لا يساوي جداء الوسطين وبالتالي هذا الجدول لا يعتبر جدول تناسب إذن هذا الجدول ليس جدول تناسب إذن أحباء الطلاب تعرفنا على خاصية مهمة في هذا الجزء من درسنا وهي خاصية الضرب التقاطعي في التناسب بعد الفاصل سنرى إكمال جدول التناسب فابقوا معنا أرحب بكم أحباء الطلاب من جديد لنرى الآن إكمال جدول التناسب لاحظوا معي أنه يمكن إكمال جدول تناسب إذا علم منه عددان متناسبان غير معدومين أي لا يساوي الصفر ننتقل من العدد A إلى العدد B بأن نضرب A في النسبة B على A نوضح أكثر من خلال هذا الجدول إذا كان لدينا جدول يحتوي الصف الأول على B وصف الثاني على A الآن نريد أن ننتقل من A إلى B أي نريد أن نحسب B إذن B تساوي نعم سنضرب A في B على A لاحظوا معي نريد حساب B B تساوي A ضرب B على A إذن B تساوي A ضرب B على A من هذه الخاصية سنستخدمها في إكمال جدول التناسب مثال في جدول التناسب التالي جد قيمة T جد قيمة T لاحظوا معي T على 9 و 12 على 6 هذا تناسب نريد الحصول على قيمة T لاحظوا معي للانتقال من A إلى B هنا B تمثل T المجهول T نريد أن ننتقل من A إلى B إذن سنضرب A في B على A B على A هنا 12 على 6 إذن T تساوي 9 والتي تمثل A ضرب B على A أي 12 على 6 9 ضرب 12 على 6 الناتج يساوي 18 إذن قيمة T هنا تساوي 18 ولو قمنا بالتحقق من ذلك 18 على 9 يساوي 12 على 6 وهذا صحيح الآن Y على 40 يساوي 3 على 15 Y على 40 يساوي 3 على 15 نريد الانتقال من 40 إلى Y من 40 إلى Y من A إلى B إذن سنضرب A في B على A B على A أي 3 على 15 إذن Y تساوي 40 ضرب 3 على 15 و40 ضرب 3 على 15 الناتج بعد التبسيط يساوي 8 إذن قيمة Y يساوي 8 و8 على 40 فعلا يساوي 3 على 15 إذن هذا هو تناسب وأوجدنا فيه قيمة Y يساوي 8 الآن مع هذا الجدول والذي يقول 8 على 140 يساوي 7 على G المطلوب قيمة G إذن لاحظوا معي سننتقل من A إلى B من 7 إلى G ونريد قيمة G إذن سنضرب A وهي 7 في B على A B على A هنا انتبهوا جيداً يساوي 140 على 8 إذن مرة أخرى نريد قيمة G إذن سنضرب A وهي 7 في B على A أي 140 على 8 وبالتالي G يساوي 7 ضرب 140 تقسيم 8 الناتج هنا يساوي 122.5 وبالتالي هنا قيمة G يساوي 122.5 بهذا أحباء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم وهو التناسب والذي تعرفنا فيه على مفهوم التناسب ومعامل التناسب كذلك تعرفنا على قاعدة الضرب التقاطع كذلك أيضاً أكملنا جدول للتناسب إلى أن نلتقي هذه تحياتي ودعواتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة